السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير نجوة فؤاد تطلب الدعاء للمرة التانية على التوالي لفيفي عبده يا يوسف مش عايزة تجيبها البرد تصريحات جريئة اكتر من المرة الاولى ماجد المصري مصاب بكورونا وابنته حاليا هي كمان مصابة بكورونا ناس ادغيدي حالتها اكتر من خطيرة بالدليل ربنا يا رب يشفي كل مرضانة هنبدأ حلقتنا على طول معنا حلقة فيها حاجات كتير قوي تابعوا معي الحلقة للنهاية قبل ما نبدأ ونعمل اي حاجة صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام ويلا نبدأ بسم الله فيفي عبده بعد ما طلعت وقالت في الفيديوهين اللي هي نزلتهم اللي هما اساسا فيديوهات قديمة وكانت موجودة هي بتصورهم دايما وبعد كده بتنزلهم في وقت تكون زي اللي هي في دلوقتي اللي هي تبقى تعبينة فبتنزلهم فيفي عبدو قالت في الفيديوهين ان هي واخد حقنة اعصاب وهو الكلام ده ما خليها تقعد تتعالج بدليل ان هي ما بتعمل فيديوهات ما بتحركش اي طرف من اطراف جسمها تماما نجوة فؤاد قالت تطلب من الناس انها تدعيلها كل الناس طبعا عايزة تدعيلها بس حتى في الفيديوهات اللي نزلتها او بنتها نزلتها قالت امي عايزة ترجع عشان عايزة تخفة عشان بس عايزة ترجع ترقص وتتنطط تاني نجوة برهيم قالت ايه بقى انها تتواصل دائما مع فيفي عبدو وكلمتها اكتر من عشر المرات لكن بنتها هي عزة اللي قدامكم دي هي اللي بتتواصل معها واكدت انها بقالها اكتر من تلاتين يوم بتعاني من ازمة صحية تسببت في غيابها عن جميع مواقع التواصل الاجتماعي وده طبعا على غير العادة بتاعت فيفي عبدو لانها لما بتكون كويسة تلاقيها دايما بتعمل بس مباشر بتعمل فيديو وبتنزله طبعا بتمنالها كل الشفة معنا دلوقتي ايه ناس الدغيدي الناس اللي قالتلي ان هي تكلمت في برنامج خير الرمضان اه هي تكلمت فعلا في برنامج خير الرمضان بعد الوقع الاولى لما واعت في الحمام والكلام ده كان يوم 26 ديسمبر 2020 انما المرة التانية لما هي واعت في الحمام واعت يوم 31 ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر 2020 ليلة رأس السنة واعت للمرة التانية في الحمام ده سبب لها غيبوبة طبعا انتم عارفين ان هي مصابة بكورونا قبل ما وهي مصابة بكورونا كانت حاليتها في الاول مستقر لما واعت في الحمام واغمى عليها تماما الممرضة دخلت وشالوها وعملوها لسعفات الاولينة هي حاليا على جهة استنفع الصناعي تعبانة جدا ما فيش اي طرف من اطراف خالص بيتحرك حتى رمش العين اللي كانت دايما بتحركوا تتواصل به خلاص ما بتتحركش الناس اللي بتكذب الخبر الخبر ده اكيده كان موجود في جريدة الوطن للناس اللي محتاجة تتأكد من المعلومات انا مش بقول لكم حاجة الا اذا كانت انا متأكدة منها مليون في المية هي حاليا ما بتفقش خالص من غيبوبة ورأيي الاطباء ان حالتها للأسف ما يقوس منها نتمنى لها شفاء العجل هي وجميع مرضى كورونا هاخدكم معايا في الزكر هلا سرحان ما زالت بتعاني في نفس نفس المرض اللي هي فيه تعبانة جدا على تنفس الصناعي نجي بقى للي مش عايزة تسكت خالص ومش وراها غير الكلام وفاكرا هي كده بس احنا بنشهرها وهي بتتشهر بالترندات الغبية اللي هي بتعملها هبدأ معاكو الكصة بالدليل اللي هي قالته كله طبعا بعد التصريحات الغبية او الجريئة او قليلة الادب اللي هي نزلتها طبعا عن موضوع الحجاب ومن امتى احنا كنا محجبين هي ما تعرفش حاجة اسمها حجاب هو الحجاب اولا ما يتشرفش انه يتحط على راسك لانك هتقلليه مش هتزيدي دي معلومة تأكدي منها وتصرحتها عن المؤخرة وتصرحتها عن الاغنية الاسرائيلية اللي هي بتاعت محمد رمضان لما قالت انا عادي ممكن اسمح اتهمت نزار الفارس اللي هو كان صاحب البرنامج انه هو اقتطع اجزاء من البرنامج واخد مقاطع وفاجئها بالاسئلة هو مش هيفاجئ بالاسئلة لسبب بسيط قوي ان البرنامج كان مسجل يعني كان ممكن تقولله انا مش هجاوب على السؤال ده نزار نشر فيديو من الكواليس ووضح فيه لما قال لها انا هسألك عن المؤخرة وهسألك عن الحجاب وعن الاغنية الاسرائيلية قالت له عادي انا مش عندي مشكلة اتكلم في اي حاد مش في اي مشكلة وقالت بقى رجعت قالت في تصرحات انا مرضيتش هتكلم عشان مش هتحصل ازمة بين العراق ومصر بصي الدول عمرهم ما يحصل بهم مشاكل علشان واحدة زيك انت مش هتعملي ازمة يا اسمك ايه انت مش هتعملي ازمة علشان انت مش تفكر نفسك لك الاهمية القصوى ان احنا هنعمل مشكلة بين بلدين علشانك انت بالعكس انت بس عملت كده وعايزة تطلعي بدليل انك خدت المقطع ده بالتحديد لهو بتكلم عن المؤخرة وبتكلم عن الحجاب وحططيه على صفحتك لانك عارفة انه هشيرك اكتر ماجد المصر ماجد المصر كلكم عارفين انه هو مصاب بكورونا وده بعد اصابة زوجته باسبوعين اماراته كانت متصابة هو بعدها باسبوع جات له هو كمان كورونا تحط على التنفس الصناعي ولكن حالته استقرت الى حد ما اللي حصل ان بنته كمان دلوقتي اتصابت بكورونا طبعا بندعي لهم بالشفاء العاجل هم وكل المصابين يا رب ويعد المحنة والبلاء اللي احنا موجودين فيه ده على الف خير انا بشكركم جدا على حسن المتابعة يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم تابعوا كل الاخبار الجديدة ان شاء الله شكرا جدا السلام عليكم